في الشان السوري أيضاً لقي مسؤول ملف المصالحة في وادي بردة لواء المتقاعد أحمد الغدبان مصرعه برصاص قوات النظام السوري عند نقطة تفتيش بالقرب من بلدة عين الفيجة جاء ذلك في الوقت الذي توقفت فيه عن العمل ورشاة إصلاح مدخات المياه بالبلدة التي تزود دمشق بالماء وذلك بعد خرق نظام السوري لاتفاق هدنة عقدها النظام مع فصائل المعارضة في منطقة وادي بردة أكثر من مرة سيارات المهندسين الذين جاءوا لإصلاح مدخات المياه في عين الفيجة تلتهمها النيران وليس في أي مكان في وادي بردة بل أمام النبع الرئيسي الذي يوفر المياه للعاصمة السورية دمشق وسكانها البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة وبينما كانت المعارضة السورية تنشر صور الدمار الذي ألحقه قصف النظام بالمنشأة ورشاة إصلاح المضخات صدم النظام السوري العالم بنشر صور قصفه عشوائيا لوادي بردة وكأنه يؤكد أنه لا يهتم بعودة ضخ المياه إلى مدينة دمشق ولا ينفي النظام أنه خرق الهدن والاتفاق الأخير الذي عقده مع فصائل المعارضة في وادي بردة قبل أقل من ثمانية واربعين ساعة بل توقفت وعشات إصلاح المضخات ثلاث مرات في يوم واحد ما اضطر فريق العمل المرسل من النظام السوري إلى أخذ ضمانات من قوات النظام بوقف القصف لاستئناف الورشات ورغم ذلك لقي مسؤول التفاوض التوافقي اللواء المتقاعد أحمد الغضبان مصرعه بإطلاق نار مباشر من بعض جنود النظام ومقاتلي حزب الله اللبناني بقرب حاجز للحزب في قرية دير قانون لكن النظام اتهم فصائل المعارضة باغتيال الغضبان